طيب تعالوا هاي ساخدكم الحقيقة لقصة أنا أنا بلاقيها قصة إنسانية كبيرة ما نعرفش عنها كتير أو يمكن ما نعرفش عنها خالص يعني في بعض الناس يمكن ربما دي تكون المرة الأولى يسمعوا الكلام اللي أنا حنقوله أو القصة اللي حنقولها نشرت ريمة الرحباني ابنة السيدة فيروز الجميلة وعائلة الرحبنة والراحل عاصي الرحباني صورة ريمة نشرت الصورة بتجمع فيها ولدتها فيروز وشقيقها زياد وهالي هالي؟ مين هالي؟ هالي الرحباني أيوة هو ده الإسم هالي الرحباني وده الصورة زي ما أنتم شايفينها أهو هالي هو اللي موجود في النص وده على حسابها على مواقع توصل الاجتماعي فيسبوك وخلال إحياء الزكرة السنوية لرحيل عاصي الرحباني الصورة دي تحديداً لحضراتكم شايفينها أثرت الكثير من ردود الفعل الإيجابية اللي أثبتت أو اللي بينت وكانت بين على السيدة فيروز الأم اللي انعزلت عن الدنيا تقريباً بما فيها علشان إيه؟ علشان تهتم بابنها مين ابنها؟ تعالوا كده نعود لأبناء فيروز سيدة فيروز لديها أربع أبناء هم زياد، ريمة، والراحلة ليال اللي توفت عن عمر 29 عام بعد إصابتها بسكتة دماغية وهلي، هلي من ذوي القدرات الخاصة، ابن السيدة فيروز أطلقت هي وزوجها الموسيقار عاصي الرحباني اسمه هلي عليه وهو اسم يعني بالعامية اللبنانية أهلي يعني هو هلي هو أهلنا، هو أهلنا يعني يسموه هلي ولد هلي أو تولد هلي وهو يعاني من إعاقات عقلية وجسدية ويقال إن السيدة فيروز كتبت له أغنية الأغنية على فكرة كلنا بنسمعها وبنحبها بس ما نعرفش إيه اللي كان وراء الأغنية عارفين الأغنية جميلة، الأغنية بتقول إيه؟ سلم لي عليه وأكيد كلكم سمعتوها وطلبتها هي من ابنها زياد إنه يلحنها والأغنية جميلة، عارفيني الأغنية سلم لي يا علي وقل له بسلم عليه بس لي عينيه وقل لي إني ببوس عينيه الأغنية دي حتى ما كانش مكتوبة ببيت شعر بسجع بقفية ما التزمتش فيها بقواعد كتابة الأغنية ولم تتمسك بأي قفية أو وزن ولم تطلب من أي شاعر إنه يكتب لها ده هي قررت إنها ترتاج للأغنية ودي ممكن تعتبر الأغنية الوحيدة اللي كتبتها السيدة فيروز هنا، هنا السيدة فيروز مش مطربة هي أم، أم، أم لما بتكتب صدقوني، الأم لما تكتب عن حد من ولادها بتكتب من قلبها، من قلب قلبها ولما كتبت الأغنية دي، وطلبت من ابنها الزياد الرحباني إنه يحط لها لحن مناسب، وهي غنتها وغنتها بطريقتها، وكلنا على فكرة بنحب الأغنية وبنسمعها، بس عمرنا مفهمنا المعنى اللي ورها موسيقى